آية أخرى إشعية إصحاح سبعة والآية أربعة عشر نبوة عن الولادة العذروية ليسوع المسيح لاحظ الكلام في إشعية إصحاح سبعة بقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية وهو طلب من الملك أحاز آية فقال له طب اسمع يا ملك السيد نفسه رح يعطيك الآية شو هي الآية هالعذراء علمة الشاب يعني الصغيرة هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل عم نؤيل وبردو لما تقرأ بإصحاح تمانية بقول في إصحاح تمانية الله معنا الله معنا دافئ الشعية سبعة والشعية تمانية فمنرجع للعهد الجديد لتتميم نبوة الشعياء أحبائي لاحظ ما يقول الكتاب المقدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا والجدير بالذكر أنه البشير مت حتى لا يكون أي شكوك بيقتبس من الترجمة السبعينية يعني الترجمة السبعينية هي العهد القديم اللغة العبرية ترجم إلى اللغة اليونانية وبيستخدم كلمة عذراء بتول بارثينوس يعني لم يمسسها بشر ولادي عذراء يعني بيوضح أنه لم تتزوج وما كانش بأي وسيلة أخرى هذا الشيء ويقول أنه الله معنا لاحظ ميلاد عذراوي حتى يقوم بالفداء الكامل كإنسان كامل وكإله كامل حتى مريم سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا كان جواب الملاك إلها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك القدوس صفة إلهية المولود منك يدعى ينتسب إلى الله يدعى ابن الله فإذا واضح أحبائي من أسماءه من عمل الروح القدس الولادة العذروية مكتوب ولد عم ما نئيل الله معنا ألم يقل المسيح للتلاميذ وها أنا معكم إلى انقضاء الدهر تعرفوا لما منقرأ في الكتاب المقدس ومنشوف التناغم والتناسق يا لعظمة الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر